اللي عملوا مستر ميتشل انس مع النادي الاهلي كان مقدر من مؤسس النادي اللي هم أعضاء اللجنة العليا للنادي وعشان كده أمين سامي باشا عضو اللجنة العليا اقترح منح مستر ميتشل انس الرئاسة الشرفية للجنة العليا ووافقت اللجنة العليا على اقتراح عمين سامي باشا وأصبح مستر ميتشل انس أول رئيس شرفي في تاريخ النادي الاهلي للرياضة البدنية وزي ما قلنا الجلسة دي اللي هي جلسة 31 مارس 908 كانت أطول جلسة للجنة العليا للنادي الاهلي منذ تأسيسه لأنها شهدت مناقشات في أمور كتيرة قوي في نفس الجلسة محمد علي دولار بيك اللي هو أمين السندوق قال للحاضرين انه زار النادي ومعاهي السكرتير محمد أفاند شريف ليه؟ عشان يطمن على الانشاءات في بيت النادي لأن المقاول قال للسكرتير ان البناء تم يعني خلص بنا كان محمد علي دولار بيك قالوا انه شاف في بيت النادي حاجات نقصة لازم تتعمل فقررت اللجنة تكليف محمد علي دولار بيك والسكرتير محمد أفاند شريف انهم يتفقوا مع المقاول على اتمام الحاجات اللي نقصة في بيت النادي وبعد كده يستلموه من المقاول في حضور أمين سامي باشا عضو اللجنة العليا وبو موافقته يعني لازم أمين سامي باشا يصرح لمحمد علي دولار بيك ومحمد أفاند شريف باستلام البيت بعد ما يشوفه بنفسه بعد كده اللجنة العليا اتناقشت في قيمة الاشتراك السنوي اللي حيدفعوا نادي المدارس العليا للنادي الأهلي علشان أعضاء نادي المدارس العليا يبقوا أعضاء فيه وقرروا ان نادي المدارس العليا يدفع 120 جنيه مصري سنويا عن أعضاء ولو ضمن أعضاء نادي المدارس العليا خرجين يعني خلصوا دراستهم النادي حيدفع جنيه زيادة عن كل عضو خلص دراسته وان الاتفاق ده عن عدد الطلبة الحاليين في نادي المدارس العليا بعد كده أي عضو جديد دخل نادي المدارس العليا يندفع عنه 50 قرش إضافية والاتفاق ده ساري لمدة 3 سنين وبعد اللجنة العليا للنادي الأهلي منقشة القرارات فدل سؤال مهم ماذا سنفعل بعد رحيل مستر ميتشل إنس من مصر واستقلته من رئاسة اللجنة العليا للنادي الأهلي للرياضة البدنية طبعا لابد من انتخاب رئيس جديد لللجنة العليا وإن ده يتم بأقصى سرعة فقرر الحاضرين عقد اجتماع فوق العادة بعد يومين يعني اجتماع طارق يوم الخميس 2 إبريل 908 وده كان أول اجتماع طارق في تاريخ النادي الأهلي للرياضة البدنية وقرروا إن الاجتماع ده يكون في النادي الأهلي صحيح لسه الأعمال ما خلصتش في باقي النادي من ملاعب وغرف ملابس وغيره وغيره لكن بيت النادي تقريبا اتشطب وحديقة النادي اخدرت والمكان أصبح جاهز للاجتماعات ترجمة نانسي قنقر